بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المعجزة الكبرى النهاردة حلقة خاصة جدا أنا عارف أن في ناس كتير موضوع الأرقام والمعادلات الرياضية وعلم الرياضيات بيبقى صعبة عليهم بل ومعقد وما بيفهموش منه كتير من اللي بيتقال وأنا الحياة ما كنتش عايز يعني أخوض في هذا المجال لو لا أن من ضمن أوجه الأجاز اللي احنا لازم نعرضها من باب الأمانة العلمية احنا اتفقنا أن المعجزة الكبرى بنعمل فيها طرح جديد لأفكار جديدة بتقال لأول مرة أحيانا بتحمل مفاجآت أحيانا كتيرا قد تحمل صدمات تغير كثيرا من الأفكار اللي تعودنا لقرون أن احنا نتعامل معها فكريا كثوابت فقهية لا تتغير ولا شك فيها فكان لا يمكن أن أنا أعدي مسألة أن فيه طرح لعدة محاولات بحثت في القرآن الكريم وفي آياته وفي الترقيم وفي شكل الحروف ورسمها وعددها وقالت أن أيضا من أوجه الإعجاز أن فيه إعجاز عددي ورقمي في القرآن الكريم فيه ولا مفيش بحاول أجاوب النهاردة في المعجزة الكبرى عن طريق استقراء آيات القرآن الكريم وعن طريق عرض المنهج اللي الأبحاث المختلفة حاولت أنها تلمس أوجه الإعجاز الرقمي والعددي في القرآن الكريم عن طريق ضوابط معينة أي هذه الضوابط هنحاول نشرحها بشكل مبسط عشان تصل إلى كل الناس عشان تجاوب عن هذا السؤال الصعب هل فيه إعجاز عددي ورقمي في القرآن الكريم غير الإعجاز البلاغي الذي هو اللسان العربي المبين الآيات والأحكام والنصوص هل فيه جنبها إعجاز موازي وليه دائماً العقل البشري بيتصور أنه لازم يبقى الموضوع حاجة واحدة بس يعني ليه دائماً بنضيق فهمنا لقدرة وطلقة قدرة المولى سبحانه وتعالى ليه فهمين أن الموضوع بس هو بعض الكلمات اللي شكلها جميل ومنمقة وفيها بعض السجع مين قال إن هي دي منتهى قدرة الله وليه العقل البشري بيستغرب إن ربنا ممكن يكون حاطط أكتر من سر وأكتر من وجه إعجاز في هذا الكتاب العظيم المعجزة الكبرى أهلا بكم مرة تانية في المعجزة الكبرى لما أسمع كلام من المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بحس إن فيه توالي واستمرار لهذه العملية ربنا حيفضل يورينا حيفضل يوريهم والضمير العايد على سنريهم بيديني إحساس إن ربنا كمان بيخاطب أولاً المكذبين بربوة محمد القائلين إن ما فيش حاجة اسمها القرآن الكريم إن ما فيش حاجة اسمها نبي آخر الزمان وبالتالي التكذيب هو الفكر المستقر عند كثير من الناس للرسالة الخاتمة للرسول صلى الله عليه وسلم بفتكر آيات تانية كمان ربنا لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء جالي إحساس إنه لا يبقى أكيد الفكرة اللي أنا بطرحها النهاردة ممكن يبقى لها أصل ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء من حاجة صغيرة ولما أسمع كلام المولى ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافاً كثيراً لو الكلام ده جاي من عند حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى لازم يجدوا فيه اختلاف فلما أجد أرقام ومعادلات عملة تكرر وأرقام بتطلع دايماً من الكلام وأرقام بتطلع ومعادلات من الآيات ولما أجد محاولات كثيرة جداً عن إعجاز أيضاً إحصائي في القرآن الكريم وده اللي عملوه أساتذة في علم الإحصاء وسعتها اللي ممكن يواجه الحجة بالحجة ويناقش ده أساتذة إحصاء من العالم الغربي من المكذبين بالقرآن الكريم ونشوف هذا البنيان الهندسي والمتواليات العددية والأشكال الهندسية والأشكال الإحصائية معادلات إحصائية غاية في الدقة بحيث أنك لو شلت حرف من القرآن الكريم في آية وحطيته في مكان تاني يختل البناء الهندسي والبناء الإحصائي وتنهار المعادلات ده شغل بشر لا يمكن تعالوا نتكلم ونجاوب عن السؤال الصعب فيه إعجاز عددي ورقمي في القرآن الكريم ولا لا هنحاور ضفنا على الكريم المهندس عدنان الرفاعي الكاتب والمفكر الإسلامي سلام عليكم أهل عليكم السلام أولا عشان أجاوب عن هذا السؤال لازم أقول لحضرتك إمتى بدأت محاولات البحث في وجود إعجاز رقمي وإن الأعداد والحروف في القرآن الكريم ممكن توازي أرقام معينة وتحسب بشكل معين إمتى بدأت هذه المحاولات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفه الحقيقة أخي علاء نحن قلنا سابقا القرآن الكريم كتاب الله تعالى المقرؤ والكون كتابه المنشور ويقول تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فمن الطبيعي أن يحمل النص القرآني كل أوجه الإعجاز التي يمكننا أن نتصورها أو نتخيلها وفكرة الإعجاز العددي في القرآن الكريم فهي الحقيقة فكرة قديمة ولكن في القرن العشرين بدأت أبحاث جادة وأبحاث الحقيقة يعني تضع بدايات لهذه المسألة أما السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نحن نركز على الإعجاز العددي دون غيره من أوجه الإعجاز الأخرى يعني قلنا في القرآن الكريم هناك إعجاز علمي وإعجاز بلاغي هذا كله صحيح لكن المعجز العددي تتميز بمجموعة ميزات عن غيرها أولا هي لغة مجرد عن القوميات وعن الأديان وعن مذاهب يعني يفهمه العربي كما يفهمها الصيني عادة يحدث اكتشاف الغرب بعد ذلك يقولون هذا موجود في النص القرآني يعني لاحظ الأوجه الإعجازية الأخرى تتعلق بالاكتشافات الكونية وبفهمنا لدلالات الكلمة القرآنية يعني أحيانا يصبح لي لأعناق بعض الكلمات لتوافق اكتشافا ما يعني أنت قصت حضرتك لما ظهرت محاولات كثيرة من علماء المسلمين أنه هم يقولون أن في وجه من أوجه الإعجاز العلمي في آية القرآن الكريم كان فيه آرة كثيرة بتهاجم هذا الفكر وتقول لا هو ما فيش إعجاز علمي وإنتوا يعني بيحصل لي لعنق الآيات عشان توافق فكرة علمية أو نظرية علمية وقد يثبت العلم لحق بعد سنوات عكسها أو خطأها فنكون قد أسأنا للنص القرآني قضية أيضا أخي على الأرقام لا تعرف الكذب والخداع والأرقام حقائق مجردة وهذا أقرب إلى طبيعة النص القرآني نحن قلنا القرآن الكريم هو روح من أمر الله سبحانه وتعالى وينتمي إلى عالم الأمر الذي لا تجتمع فيه المتناقضات والأرقام لا تعرف الكذب والخداع لذلك نحن نركز بالفعل على المعجزة العددية كونها أقوى في مخاطبة الآخر ثم هناك معجزة العدد 19 ذكرت بشكل صريح في القرآن الكريم يعني ذكرت كمعجزة هي المعجزة الوحيدة التي ذكرت في النص القرآني بشكل صريح إزاي؟ يقول تعالى عليها 19 وَمَا جَعَنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَنَّا عِدَّتَهُمْ لحظ أخي علاء قال وَمَا جَعَنَّا عِدَّتَهُمْ ما قال وَمَا جَعَلْنَاهُمْ إلا فتنة للذين كفروا يعني هذا العدد فتنة للذين كفروا يعني الكافر يوضع في مفترق طرق بين أن يختار الحق أو أن لا يختار يعني توضع الحجة على الكافر فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وقلنا مصطلح الذين أوتوا الكتاب يشمل الرسلات الثلاث إذن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم وجود ربك إلا هو وما هي هذه المعجزة إلا ذكرى للبشر لاحظ أخي علاء إلا ذكرى للبشر طيب ليه ارتباط الرقم بالنعر وجهنم يعني كأسلوب ردع وأسلوب زجر وأسلوب ترهيب للبشر أخي علاء هو صحيح النص القرآني في سورة المدثر يأتي ضمن السياق يتحدث عن النار ولكن بقوله تعالى وما جعلنا عدتهم انتقل إلى العدد يعني بغض النظر عن كونه يتحدث عن الملائكة أو عن أي أمر آخر هنا انتقل إلى الحديث عن العدد وما جعلنا عدتهم العدد اللي هو 19 وما جعلناهم بعد اللحظ القضية كم هي قوية وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثله إلى أن يقول وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أذبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكمر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فهنا ذكرت معجزة واضحة وصريحة وبينة تتعلق بمعجزة العدد 19 هل دا كان المحرك اللي خلى حضرتك تبدأ البحث وتقول هل في ضابط معينة؟ طبعا بالضبط طب قولي يعني إيه الضابط دي وأرجوك طبعا بمنتهى التبسيط عشان ناس غير الدارسين أنا أتحدث عن قضية قبل ذلك يعني الكثيرون يأخذون من هذه القضية موقفا سلبية تقول لك والله هناك بعض الطوائف قدست العدد 19 وذهبت به مذاهب تائها نحن نقول لهم هذه المعجزة ذكرت في كتاب الله تعالى بشكل صريح ونحن فكرنا لا يكون مجرد ردود فعل على الآخرين ولا حتى لما بنوصل لأوجه إعجاز لا نقدسها إحنا لا نقدس إلا منهج الله نحن نتحدث بمعجزة يقرها القرآن الكريم أنت تقصد تقديس الشيعة لرقم 19 لا قالوا البهائيون وغيرهم يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية لكن هناك يقولون من قدس العدد 19 وذهب به مذاهب تائها نحن نقول لهم لا يعنينا ذلك بشيء أنا يهمني كلام أنا يهمني النص القرآني بالضبط كده مدام يحمل هذه الحقيقة يقول الآخرون ما يشاءون لا يهمني هذا الموضوع طيب جميل أرجع بقى أسألك عن دوابط لما حضرتك ابتدأ بعض الإشارات والدلالات تظهر قدامك في البحث قلت ابتدي منين يعني إزاي يبقى فيه ضوابط أن فيه إعجاز رقمي إيه هي الأرقام الحروف تتحول لأرقام إزاي كل حرف يسوي عدد معين إزاي بناء على إيه أخي علاء في السابق هناك أبجدية أبجدية معروفة هي أبجد هواس حطي كلمة معروفة الأبجدية أنا لم أعمل بهذه الأبجدية إطلاقا لعدة أسباب أولا هذه الأبجدية ليست مستنبطة من النص القرآني ولا نعرف يقينا من أين أتت لكن قبل أنا أن يهدين الله تعالى إلى تشكيل الأبجدية من النص القرآني أنا عندي مجموعة أبحاث تتحدث عن المعجزة العددية ولي طريقة خاصة كما قلت في بعض الحلقات السابقة في عد الحرف المرسوم حرفا في النص القرآني أنا أعتمد فقط على الحرف المرسوم نشرح تاني لحكاية الحرف المرسوم عشان الناس تبقى عرفة أن نتكلم عنه يعني نحن عندما نقرأ النص القرآني هناك حرف مرسوم وحرف مقروع مثلا كما قلنا يا قوم واحدة واحدة نعم في حرف مرسوم وحرف مقروع بالضبط أحيان نعم مثلا كلمت يا قوم كيف تكتب في النص القرآني تكتب أربعة حروف يعني يقوم كأنه يقوم هذه الألف خنجرية توضع بشكل يعني للألف الصغيرة اللي موجودة على فوق اليه اللي هي بتدي ياه بالضبط نقول هذا حرف مقروع ولكنه ليس مرسوما أنا لا أحسبه حرفا أحيانا مثلا بأيد يعني كتبت با ألف ياء ياء دال هناك حرف زاد أنا أحسبه حرفا يعني معروفة هذه القضية يعني نحن نعتمد على الحرف المرسوم فقط هذا قبل أن أتي لموجهة العدد 19 وفق هذه الضوابط أخي علاء وجدت أن سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما يعني أنا وضعت الضوابط أولا ولم أعلم أن سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما عندما وصلت إلى سورة نوح وجدتها بالفعل مكونة من 950 حرفا مرسوما وأن الوحيد في العالم الذين عاملوا بالإعجاز العددي عنده سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما ووجه الإعجاز هنا أن عمر نوح ومعجزته في عمره أنه لبث في قومي ألف إلا خمسين نحن قلنا سورة نوح تتميز أولا ذكرت مدة لبث نوح عليه السلام في القرآن الكريم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامة يعني تسعمائة وخمسين ثانيا سورة نوح من أول حرف إلى آخر حرف تتحدث عن الرسول الذي سميت باسمه ثالثا نوح معجزته عمره ذلك أنا أقول سورة نوح هي الضابط وهي المعيار لآلية اعتبار الحرف مرسوم حرفا في النص القرآني كويس في عندي مثلا مدام بكلم على نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نعم لو عدنا كده يطلعوا 51 حرف قال يا قوم إني لكم نذير مبين 21 حرف أن عبودوا الله واتقوه وأطيعون نعم يطلعوا 25 حرف نعم في أرقام مختلفة طبعا كل آية أنا وضعت مجموعة حروف كل آية أخي علاء عندي آيات كثيرة جدا حقيقة المجموعة 950 حرف أنت أعدت تجمعهم آية آية أنا حصيت كل النص القرآني ليس فقط سورة نوح سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما لا يزيدوا حرفا ولا ينقصوا حرفا وهي المئيار كما قلت أخي علاء يعني نحن أردنا أن نعلم هل طريقتنا في عد حروف صحيحة المئيار هو سورة نوح عليه السلام طيب ده جزء من الضوابط نعم هل بقى في الأبجادية نعم استخدمت حضرتك نفس الأبجاد هوز المعروفة لا ولا رتبت الحروف غير ألف به بالضبط أنا هدان الله سبحانه وتعالى إلى الأمر التالي قلت أقوم بعد حروق كل حرف كم مرة يرد في النص القرآني يعني مثلا حرف الألف كم مرة يرد في كل النص القرآني قلت بتعداد ذلك حرف الباء كم مرة يرد على كامل مساحة النص القرآني وهكذا يعني تقصد أن الترتيب جيه عن طريق بعد ذلك ترتيب تنازلي بالضبط رتبتها ترتيبا تنازليا من الأكثر ورودا إلى الأقل للأقل ورودا يعني مش ألف به لا 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 طب أنا عندي جدوى جميل فيه الحروف وقيمتها العددية نعم هنعرضه على السادة المشاهدين عشان نبقى عارفين برضو نحن نتكلم عن إيه هاخد فاصل نعرض الجدوى اللي نبتدي نقول ليه ترتيب الحروف جيه بهذا الشكل وهل هذا الشكل ادى يعني نوع من الضبط ونوع من الربط لنظريات أخرى ولا لا لأن زي ما قلنا كان فيه محاولة أخرى غير المهندس عدنان بتتكلم على أبجادية تانية بالشكل الأديم في حاجات زبطت معهم في حاجات ما زبطتش لكن هذه الطريقة ادت ضبط لحاجات كتير كان مختلف عليها أنا عارف إن الموضوع صعب بس استحملونا شوية هنعرض حضراتكم الجدول بعد الفاصل ونتكلم عن القيم العددية للحروف اللي موجودة في القرآن الكريم تابعونا مرة أخرى في المعجزة الكبرى أهلا بحضراتكم مرة تانية في المعجزة الكبرى هنعرض لوقتي الجدول على الشاشة على حضراتكم في الحروف الأبجادية والترتيب بتاعها من الألف ثم باقي الحروف كل حرف له قيمة رقمية قيمة عددية بناء على إيه ترتبة الألف وبعدين الحرف اللي بعديها وبعدين الحرف اللي بعديها هنعرف ونشرح تلوقتي على الجدول أنت قلت لحضرتك أبن الفاصل أنه حسب ترتيب عدد مرات الورود أنا عددت كل حرف كم مرة يرد في القرآن الكريم ثم قمت بترتيبها من الأكثر ورودا إلى الأقل اللي جاء أكتر حاجة الألف قطيته واحد شوف أخي علاء أنا هنا اعتبرت ذلك مؤشر هدايا لموضوع يعني مثلا الفارق بين حرف الألف والهم مسافة كبيرة تساوي عشرات أضعاف الفارق بين حرفين في الأخير أنا اعتبرت ذلك مؤشر هدايا للموضوع يعني هناك تفصيل في هذا الموضوع ربما لا يسمح الوقت الآن بهذا التفصيل أما الخط العام هذا هو حرف الألف بأشكاله المختلفة يعني الألف والألف المقصورة والهمزة التي على السطر والألف الذي عليه همزة كونه الأكثر ورودا في القرآن الكريم أعطي القيمة العادية واحد يعني قيمة تساوي واحد حرف اللام قيمة اثنين النون ثلاثة الميم أربعة الواو والواو المهموزة يعني الواو التي عليها همزة خمسة الياء والياء التي عليها نبرة والنبرة يعني مثل الملائكة بين اللام والكاف هذه نسميها هذه أعطي القيمة العادية ستة طب ليه اللي عليها نبرة وعليها ألف وتنطق ألفا ما حسبتهاش ألف حسبتها مع الياء لأن هي والياء يعني في بعض حتى القرآن كأنها ياء يعني هي أخذت شكل الياء رسما مثل الملائكة قراءة وارشة مثلا مثل الملائكة ألف لام ميم لام بعدين جاي همزة هذه الهمزة يعني بين اللام والكاف هذا ما يعني حية والياء في صف واحد هو الرقم ستة الهاء والتاء المربوطة سبعة الراء ثمانية الباء تسعة الكاف عشرة التاء المسوطة دعش العين اتناش الفاء ثلاثتاش القاف أربع طعش السين خمسة عشر الدال ستعاش الدال سبع طعش الحي ثمنتعش الجيم تسع طعش الخاء عشرين الشين وواحد وعشرين الصاد اثنين وعشرين الضاد الثلاثة وعشرين الزين أربع عشر الثاء خمسة وعشرين الطعش ستة وعشرين الغين سبع عشر الضاء ثمانة وعشرين طيب الحرف الضاء أقل حرف ياريت في القرآن الكريم جميل طيب لما وصلت الأرقام دي حبيت تجرب وتعرف أنت ماشي صح أو الغلط آه شوف أخي علاء كل نظرية رقمية حتى تكون صحيحة يجب أن تحقق شرطين الشرط الأول هو البرهان النظري على هذه النظرية وسنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى ثانيا يجب أن تستثمر في فهم دلالات النص القرآني يعني النظرية العددية لا تكون صحيحة إلا إذا استثمرت على كامل مساحة النص القرآني يعني لابد أن تكون هناك علاقة ما بين القيمة العددية أو ما بين الرقم لنقل وما بين المعنى فسنرى إن شاء الله تعالى أني استثمرت هذه النظرية على كامل مساحة النص القرآني وأملك البرهان النظري على هذه النظرية الديني برهان لكن قبل البرهان كيف نستخدم حتى الأخوة المشاهدون مثلا كلمة محمد مكون من أربعة حروف ميم حاء ميم دال أليس كذلك؟ الميم قيمته أربعة نقول زائد الحاء ثمانتعاش زائد الميم الثانية أربعة زائد الدالة ستعاش يساوي تثين وأربعين نقول القيمة العدية لكلمة محمد من أين أتينا بها هي مجموعة القيم العدية لحروف هذه الكلمة الآن لو أخذنا رسول الله مكون من الراء وسين وو ولام والف ولام ولام وهاء لنجمع الراء ثمانية السين خمسة عشر الدالة ستعاش اللام ثنين الالف واحد اللام ثنين اللام ثنين الهاء 7 تساوي أيضا 42 تمانية خمستاشر خامسة 42 بهذه الطريقة قمت بتعداد القيم العددية لكل كلمات النص القرآني ولجمله ولآياته ولسوره قدت منك وقتك طويل أخذت وقت نعم لكن لو شاهدت كيف أحسب لم أستغرب ذلك أنا أعطني صفحة كاملة وأعطني آلة حاسبة أحسبها لك بدقائق يعني بالله شعور أصبعي ينزل على الحرف الحمد لله إذن قلنا أخي علاء لابد من البرهان النظري لهذه النظرية أو لأي نظرية صحيحة البرهان النظري هو الآتي قرأنا قبل قليل النص من عليها 19 إلى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر هذا النص هو الباب يعني باب هذه النظرية الذي ندخل منه إلى هذه النظرية لكن هذا الباب له مفتاح ما هو المفتاح هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهذه قضية معروفة لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى في كتاب الله تعالى ومكونة من 19 حرف برضو لما نعدها يطلع 19 حرف حروف مرسومة 19 حرف لكن ليس قيمتهم العددية 19 لا هم 19 حرف هنشوف قيمتهم العددية الخطوة الأولى لبرهان هذه النظرية دعا الأخي علاء لنحسب القيمة العددية لهذا الآيات الثمانية الآيات التي في سورة المدثر التي تحدثنا عنها يقول تعالى عليها 19 هذه لوحدها قيمتها 114 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُؤْتُوا الْكِتَابِ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَهُ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُؤْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَهُ كَذَلْكَ يَظُلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودِ رَبِّكَ إِلَّهُ وَمَا هِيَهِ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ هذه الآية 1526 قيمة العادية لكل حروفها كلا والقمر 47 والليلة إذا أدبر 68 والصبح إذا أصفر 113 إنها لإحدى الكبر 80 نذيراً البشر 77 لمن شاء منكم أن يتقدموا أي تأخر 160 المجموء الكلي يساوي 2185 طيب ماذا يعني 2185 يساوي 19 ضرب 115 رقم 19 بيزهر تاني بالضبط أنا قصدي هو من المضاعفات التامة لعدد 19 دون باقي طيب ما هو 19 وما هو 115 انظر إلى برهان هذه النظرية نحن قلنا 19 هي مجموعة حروب بسم الله الرحمن الرحيم 115 هي القيمة العددية لبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف يعني باق سين ميم ألف لام لام الـ 19 حرف قيمتهم العددية 115 حسب الجدول اللي حضرتك عملت طبعاً حسب الأبجادية فيبقى الآيات دي شوف سبحان الله مجموعة حروفها بقيمتها العددية تساوي القيمة العددية لهذا النص بسم الله الرحمن الرحيم طبط أنا من هنا دخلت إلى هذه النظرية وطبعاً كل ما حدك بتغوط في الموضوع ويطلع الأرقام متوافقة كده بتحس إن الموضوع لا مش معقول صدفة يعني هنشوف أخي علا أولاً عليها 19 اللي هي يعني في البداية المبدأ تساوي 114 وهذا يذكرنا بعدد سور القرآن الكريم تساوي 11 في 6 19 في 6 الآن لو أخذنا مثلاً ذلك الكتاب ولريبة فيه تساوي أيضاً 114 114 في 6 لو أخذنا وإنه لكتاب عزيز تساوي 114 114 في 6 لو أخذنا ذلك أمر الله أنزله إليكم ساوي 114 في 6 كلهم 114 19 في 6 شوف أخي علاً هنا أريد أن نوهي إلى قضية يعني عندما أخذنا ذلك الكتاب والعريبة فيه أين ذهبنا بهدى المتقين يعني قد يقول قائل شوفوا المهندس عدنان عم بيشتزئ من الآية وبولف الأمور كما يريد لا أنا عايزة أقول لك ملحوظة ومن ناحية حيقوله حيقوله مش مشكلة بس إحنا عندنا جواب على هذا الكلام أنا هيهمني الجواب ويهمني الطرح اللوه دلالات عشان من باب الأمانة عايزة أقول بس من الحووظة دي لأنا ملحوظة وهم يا جماعة من باب الأمانة ليبقى عندي نظرية جديدة أو طرح لازم أعرضها لحضراتكم حتى لو كان في ناس بتعارض هذا الفكرة هذا الرأي أهلا بيهم في المعجزة الكبرى إن احنا نصدفهم بعد كده ويقارعوا الحجة بالحجة أنا هدفي كإعلامي إن أنا باين الحقيقة للناس وإلا لو أي حد أجيب فكرة جديدة نقول لا 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 خلاص كده ونقفل يبقى أفلنا باب الاجتهاد أفلنا باب التفكير أفلنا باب إعمال العقل وأفلنا باب الاجتهاد في إن احنا نستخرج من هذا الكنز اللي بين أيدينا مواجزات ومواجزات ربنا حيكشفها بنص كلامه في القرآن الكريم سنريهم آياتنا فأهلا بأي فكر ممكن يناظر فكر ويقول لنا الآراء المختلفة المهم يبقى فيها أدلة وبرهين شوفي خالق عندما يقول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين طيب هدى المتقين التوراة ألا يوجد فيها هدى المتقين يوجد الإنجيل يعني كلام الأخ علاء ممكن أن يحمل هدى المتقين لكن أين الخصوصية التي يعني أين تقف هذه الآية عند أي حرف بحيث يتبين الخصوصية التي يمتاز بها كتاب الله تعالى بأنه لا يأتيها الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه عند كلمة فيه هذه تخص القرآن الكريم يعني اللا ريب هي صفة لم توجد إلا في كتاب الله تعالى أنت تعرف حضرتك أن فيه طريقتين للقراءة أما هدى المتقين يشترك القرآن الكريم مع غيره من الكتب الأخرى السماوية في هذا الأمر وعشان كده دا يرجح طريقة القراءة اللي هي فيه ناس بتقرأها كده نعم هذا بعد كبير جدا بس أنا لا يوجد وقت شوف ذلك الكتاب ثمانة حروف لا ريب فيه ثمان حروف الآن لو قلت ذلك الكتاب ولا ريب ثلاثة عشر حرف فيه دا المتقين ثلاثة عشر حرف مش صدفة برضو فيش صدفة في القرآن صدفة ما فيش صدفة ما فيش صدفة ما فيش يعني عجيب لا لا أنا مريد أن نقضو عليه شوف ذلك الكتاب ولا ريب فيه إلى هذا الحد خصوصية اللا ريب التي لا يمتاز بها إلا كتاب الله تعالى القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي لا يأتيها الريب ربنا تعهب بحظ أما لو أخذنا الآية نعم تدخل مع آلاف المعادلات وأنا وضعت معادلات لهذه الآية في كتبي يعني قلنا ذلك ألف لا ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين وأنا ما أخذها مع مجموعة آيات في معادلات أخرى لكن هنا نحن نلقضو على الخصوصية التي تميز النص القرآني عن غيره وصلت إلى قانونين اثنين في هذا الأمر وهنا يعني روح النظرية أو هنا الدليل على أنها نظرية على أنها حق ويحملها النص القرآني في كل حرف من حروفه القانون الأول كل العبارات القرآنية التي تتحدث عن مسألة واحدة كاملة مجموعة القيم العادية لها مجتمع من ضعفات لعدد 19 يعني كل الحاجات التي تتكلم عن موضوع واحد وإن كانت متباعدة يعني ممكن تكون واحدة في البقرة وواحدة في آخر النص القرآني تتحدث عن موضوع واحد يجب أن يكون مجموعة القيم العادية لها مضاعفات لعدد 19 سنرى تعالي نأخذ أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على مستوى الكلمات اسمه محمد واسمه ماذا؟ محمد ونده الله تعالى قال الله ما قالierto قال يا أيدو الرسول وقال يا أيها النبي ويا أيها المتزمل ويا أيها المندثر إذا هناك ست أسماء أنا عندي محمد وأعندي أحمد وعندي الرسول والنبي والمدثر والمتزمل لنحصل قيمها العادية محمد تساوي 42 أحمد تساوي 39 الرسول تساوي 33 النبي تساوي 21 المتزمد تساوي 37 المدثر تساوي 56 المجموع 228 19 في 12 كملت النظرية مضاعفات لعى 19 دون باقي دون زيادة أو نقصان وبيطلعش عبدا في الجمعة أو الطرحة أو الضرب فاصلة مستحيل لو كانت 227 أو 29 بطلع فاصلة يعني برضو كل المعاني كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم طلع مضاعفات لعى 19 أيضا ألاف الأمثلة وضعتها في كتبي ألاف بالألاف شوف مثال آخر تعالي نأخذ أسماء عيسى عيسى كم اسم له في النصر القرآني اسمه عيسى وعيسى ابن مريم واسمه المسيح والمسيح ابن مريم وابن مريم والمسيح عيسى بن مريم تعالي نجمع القيمة العادية لكل هذه الأسماء يطلعوا عيسى تساوي 34 عيسى ابن مريم 69 المسيح 46 المسيح ابن مريم 81 ابن مريم 35 المسيح عيسى ابن مريم 115 المجموع عيسى 380 ساوي 16 في 20 برضو مضاعفة رقم 19 وليس فقط ذلك شوف أخي علاء النصارى هل قالوا عيسى ابن الله أم قالوا المسيح ابن الله قالوا المسيح ابن الله ما قالوا عيسى ابن الله يعني الفارق بين كلمة عيسى وبين كلمة المسيح يعني هم يقولون جانب اللهوتي وما إلى ذلك يعني المسيح الذي نسبوه ابن الله هو المسيح وليس عيسى الذي يسمونه الجانب اللهوتي شوف القرآن يعني ماذا يقول لو أخذنا كلمة عيسى 34 زاد الله ما عاشه صاره 46 المسيح تساوي 46 فشوف كيف كلمة المسيح تدخل في هذه المعادلة وتدخل أيضا في هذه المعادلة تقصد حتى في الفكر اللي موجود عند العقيدة النصارى يعني هم ماذا فعلوا أخي قالوا المسيح ما قالوش عيسى لا قالوا المسيح ابن الله ما قالوا يعني النص القرآني أنا أتحدث عن نص قرآني يعني ما نسبوه إلى الله يسمونه جانب اللهوتي هم هم مؤسمين الموضوع اللاهوتي جنب اللاهوتي و جنب النسوتي يعني جنب النسوتي المتعلق ببشرية عيسى نحن لا يفهمون أحد خطاء نحن نقولهم ضخموا نحن نقول عيسى مليء بالروح ضخموا هذه القضية هذه قضية حق في الفعل هو مليء بالروح القرآن الكريم يقول ذلك لكن ضخموها فجعلوه ابنا لله أو إلها لكن انظر كلمة المسيح في القرآن لها دلالة غير كلمة عيسى كلمة مسيحة هي التي تتعلق أكثر يعني بالجانب المتعلق في السماء ذلك المسيح تساوي عيسى زاد الله يعني عيسى الحامل لمنهج الله لاحظ يعني نقدر نقول من الإعجاز الرقمي والمعادلة دي إثبات أن عيسى رسول لله مش ابن له ولا هو الله ذاته هذا موضوع محسوم لكن نقول دلالة كلمة المسيح في النص القرآني تعني عيسى الحامل لمنهج الله ذلك كلمة المسيح تساوي عيسى زاد الله يعني انظر إلى فلسفة الرقم كيف تتوافق أيضا مع فلسفة الدلالة القرآنية شوف أخي علاء تتذكر عندما تحدثنا عن تدرج الرسالات السماوية ماذا قلنا قلنا المرحلة الأولى تمتد من آدم عليه السلام مرور بنوح وتنتهي عند إبراهيم قبل أن ينجب صحيح يعني عند إبراهيم كما رسم في سورة البقرة دون حرفياء طيب تعالي نأخذ هذه الأسماء الثلاثة بنأخذ آدم زائد نوح زائد إبراهيم بدون حرفياء بطلع مضاعفات عدد 19 آدم تساوي 21 نوح تساوي 26 إبراهيم تساوي 29 مجموعة 76 و 16 في أربع وبردو إبراهيم وموسى آه تنشوف المرحلة الثانية ماذا قلنا قلنا بدأت بإبراهيم بعد أن أنجب يعني إبراهيم بحرفياء وفيها موسى وفيها عيسى وفيها أحمد لأن اسم أحمد هو الاسم المبشر به للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد فهو في المرحلة يعني متى بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هم قالش محمد لأنه لسا لم يولد بعد لا محمد عوزن ماذا مفاعل يعني بعد أن ولد أصباح محمد مفاعل يعني لا يوجد شيء عبثي في القرآن ففي المرحلة الثانية إبراهيم بحرفياء وموسى وعيسى وأحمد لأن الذي بشر به هو عيسى عليه السلام وبشره قبل المرحلة الأخيرة يطلع مجموعهم 133 إبراهيم 35 موسى 25 أحمد 29 عيسى 34 939 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 المرحلة الأخيرة ماذا قلنا فيها فيها محمد صلى الله عليه وسلم وفيها نزول الثاني لعيسى طيب تنجمع محمد تساوي 42 عيسى 34 1039 1039 1039 1039 برضو مضاعفات بعد 19 19 جميل هاخد فاصل هاخد فاصل أسألك أسئلة كتير جدا إن شاء الله عن برضو موضوع تدرج الرسالات المعجزة الكبرى أهلا بكم مرة تانية في المعجزة الكبرى يا ترى بعد ما وصلنا لقضايا كتير أثبتت إن ما فيش صدفة في القرآن الكريم يعني عندي أكتر من مثال عن محمد صلى الله عليه وسلم عن عيسى والروح والإنجيل ألاف عندي أه ألاف الأمثلة يعني لو قعدنا نقولها نحتاج بقى أن نكمل الشهر كله والحلقات كلها وإحنا بنتكلم عن ده لكن أنا مش عايز برضو إن احنا ناخد وقت كتير إحنا النظرية شرحناها لكن عايزين ناخد أمثلة لبعض القضايا الهامة والخطيرة اللي لما نشوفها بتطلع نفس الأرقام لازم نقول سبحان الله ده مش صدفة أبدا نعم تبتدي بقى تديني أمثلة في القضايا كلها نحن قلنا النظرية تكون حقيقية عندما تستخدم لعادة تفسير النص القرآني أو عندما تعلق بالمعنى تتذكر أخي علاء عندما نحن تحدثنا عن مراحل تدرج رسالات السماوية انطلقنا من النص ما هو النص هو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقلنا هذه العبارة تتكامل مع عبارة أخرى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وانا سألت حضرتك اش معنى بالضبط يعني مع أنه كل واحدة موجودة في صورة جه في الآية دي في النص رغم أنه نبي الخادم بالضبط جه قبل موسى وعيسى وقلنا لولا تلك الآية الثانية لم استطعنا أن نرسم تلك المراحل انظر إلى عظمة الإعجاز القرآني هاتان العبارتان تتكاملان في معيار القيام العددية يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قيمتها 579 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب 314 المجموع 893 717 في 47 19 في 47 جميل قلنا أيضا أخي علاء إذا تذكرت عند انشقاق القمر قلنا الله تعالى يعني وضع المعجزة كل المعجزة أين في النص القرآن واستشدنا بقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وقلنا أين المعجزة أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم تعالي لنأخذ هاتين العبارتين نراهما من مضاعفات العدد 19 مجموع الآياتين آه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 175 أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم 205 مجموعهم بالضبط 380 يعني 19 برضو في 20 آه 19 في 20 مضاعفات لعدد 19 أيضا قلت إذا تذكرت أخي علاء أن القرآن الكريم تميز بالتنزيل من عند الله سبحانه وتعالى واستشهدت أنا بنصين قلت هذان نصين صريحان النص الأول نزل عليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قيمته 367 النص الثاني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل قيمته 412 المجموع 779 و 171 في 41 نفس الرقم 19 في أعمق من هذا تعالي نأخذ من هذين النصين القضايا الخاصة فقط بالتنزيل وليس بالإنزال نحن كنا شرحنا عبل كده الفرق بالإنزال والتنزيل شرحنا بالضبط نزل عليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديه من النص الأول 253 آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 222 مجموحهم 475 16 25 يعني اخترت أنا اجتزأت أهمية الاجتزاء القضايا الخاصة فقط في التنزيل وأنزل التراوى والإنجيل الخاصة بالإنزال 114 176 يعني لاحظ يعني عندك كل حرف من هذه الحروف هناك حد جديد من المعنى والدلالات تعالي نأخذ أخي على قضية أخرى كلمة وحي دون إضافة وردت مرتين في النص القرآني وردت في قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون قيمتها 282 إن هو إلا وحي يوحى قيمتها 79 يعني كلمة وحي في كل القرآة الكريم دون إضافة متعلقة بالقرآة الكريم لم ترد إلا في هذين الموضوعين قيمتها 361 19 في 19 طيب لأن لو أخذنا كلمة وحي مضافة ومتعلقة بالقرآة الكريم ضمن سياقها النصي هي ترد في العبارة التالية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وفسرنا هذه الآية لنجمع القيم العادية لهذه العبارة مع إن هو إلا وحي يوحى تطلع المجموع 314 ويساوة 16 في 16 جميل لذلك لاحظ أخي علاء هنا قضية ما بعثش إذا شرحناها أو لا والنجمي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى يعني الكثيرون يستشدون بهذه الآية أن كل ما قال صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى هذا كلام غير صحيح حتى يعني تقصد أن الرأة دي بتقول أن أي كلام للنبي هو ماشي مثلا في السوق أو بيلعب مع الأطفال أو بيكلم صحابه كل كلمة وكل حرف ما قال لا ينطق إلا أن جبريل يمليه فقط في القرآن يعني لننظر أول إلى الحقائق الرقمية وأعود لتفسيرها فلاحظ أخي علاء كلمة وحي إن هو إلا وحي يوحى قيمتها 29 القرآن 29 إن هو يعني هذا المنطوق هو إلا وحي يوحى كلمة وحي تساوي القيمة عادية للقرآن يعني أنا أرى أن نقف عند هذه الآية وأن نفسرها يعني كان من المفروض نحن جل من لا ينسى سبحان الله وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهَوَى إنه إلا وحي يوحى ماذا تلاحظ أخي علاء في هذه الآية ما ظل صاحبكم وما غوى ظل فعل ماضي أم مضارع غوى فعل ماضي وما ينطق عن الهوى ينطق فعل أيش مضارع لماذا تنطق من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع ليه أخي علاء الضلال نقيض الهداية صح والرشد نقيض الغي هذه معروفة يعني الله تعالى بقوله يقول ما ضل صاحبكم وما غواه يرسم يلقى الضوء على خط سير حياة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يعني محمد اهتدى إلى الطريق صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن الكريم وما يتعلق به طبعا أما تعني القرآن الكريم ولا تعني كل ما ناطق به لأنه لو كانت تعني كل ما ناطق به طيب متى قبل أن يأتيه الوحي هل كان ينطق كل ما ينطق به وحي يوحى يعني قبل الأربعين لا ما كانش فيه وحي طيب خلاص ما هي الآية ما فيهاش حد تفاصل شوف وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْهَوَى إِنْهُوَ إِنْهُو إِلَّا وَحْن يُوحَى يعني وما ينطقوا على الهوى لم تضع لا يوجد فيها خط فاص أنه قبل الأربعين أو بعد الأربعين إذن هي خاصة فقط في النص القرآني إن هو إلا وحي يوحى طيب الناس هتسأل طيب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وصل إلينا في رواية كثيرة جدا في السنة الشريفة المطهرة أنت عارف حضرتك أن فيه بخوت لولماء كتيرة جدا عن الإعجاز البياني في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعد عن نفسه قوتيته جوامع الكلم وفعلا لما تبص لك كلام الرسول ما تلاقوش فيه كلام كتير زادة عن حد لا كان كلمة كده بيوصلوا الرسالة اللي هو عايز يقولها للناس فيه أبحاث كتيرة جدا من هيئات علمية عملت الإعجاز العلمي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث الخلق وأحاديث النطفة في رحيم السيدات أحاديث بتاعة القيامة وعاجب الذنب حاجات كتيرة جدا الكلام اللي هو قاله ده لإنسان أمي ما فيش فيه عصره من العلوم اللي فيها سنار وفيها مراقبة للنطفة وتكون النطفة والعالقة في داخل رحم الأنثى مين اللي أنبقوا هذا الكلام أخي أعلان نحن علينا أن نعرف قضيتين أولا الحديث الموجودة بين أيدينا ليست تصويرا حرفيا لما قال صلى الله عليه وسلم هي معظمها نقل بالمعنى حاكث تقول الروايات حتى لو نقلت بكامرة فيديو لا يرتقي إلى مستوى النص القرآني أنا لا أوازي الروايات قلنا حتى ليس المعنى حتى لو أخذنا مع نطقة صلى الله عليه وسلم بالحرف لا يساوي النص القرآن لماذا؟ لأن الحديث هو صحيح الصحيح طبعا الحديث الصحيح المتواثق مع النص القرآني هو كلام من عند الله لكنه من صياغة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم وكلام من الله بينما القرآن كلام الله وقول الله وده فرق مهم اثنين هذه الروايات يعني أنا والله أرى أنه يوجد أحيانا يعني مثلا النطفة يعني لو أريد أن أدخل في هذا الموضوع تأتي إلى بعض الأحاديث في الصحاح تفهم منها أنه جنس المولود يتحدث بعد شهور وأن تدخل النطفة على الرحم فتبقى على حالها إلى آخرية وثبت في القرآن وفي العلم أنه من لحظة التلقيح يتحدث جنس المولود يعني أنا أقول الذي يريد أن يبحث في هذه القضايا فليأخذها بكليتها لا ينتقي انتقاء في النقطة التي تقولها دي مثلا في عندي حديثين حديث منهم بيقول أن إذا سبق ماء الرجل والمرأة فيبقى المولود سيطلع ذكر وإذا حصل عكس ماء المرأة سبق ماء الرجل سيطلع المولود أنثى إذن داما من اللحظة التي فيها علاقة الجماع بين الزوج والزوجة بينما في حديث تاني أنه لا يتحدد ولا ينفخ إلا عند 120 يوم وفي تجارب علمية ووجريات وحاولوا يعرفوا جنس المولود قبل 120 يوم ما عرفوش إلا عند ميلاد أثرانية الأولى بعد اليوم من 119 في 120 يبدو يصوروا فعرفوا يعني برضو طيب أنا بدي أسأل سؤال حتى لو نحن لم نعرف جنس المولود الله تعالى ألا يعرف طبعا الأحديث تقول غير ذلك تقول تدخل نطفة إلى الرحم فتبقى فترة في الرحم بعد ذلك ينزل الملك أو فيحدد جنس المولود يعني في أحاديث ويسأل المولى ذكر أمهم فأمره أجل وشقي من المستحيل أن تكون صحيحة أنا أقول البحث في الروايات من يريد أن يبحث في الروايات فليأخذ الروايات بكل يدها وليكن موضوعيا نحن هناك الكثير من الأحاديث الصحيحة نحن لا نقول كل الأحاديث ليست صحيحة أخي حتى لا يقول ذلك أنا أتكلم بموضوعي وبمنطق نحن لا نقول كل الروايات ليست صحيحة أما هم يقولون كل الروايات في الصحيحة صحيحة هذا كلام غير صحيح علومهم برضو أنا أخلي هذا الموضوع دعوة أيضا من خلال البرنامج المعجزة الكبرى نعمل نوع من فتح الباب لطرح وجهة النظر الأخرى شريطة أن يكون الجدال والحوار من أجل الوصول إلى الحقيقة وبناء على أسانيد علمية أنا مش حابب فكرة الشد والجذب لمجرد أن أطلع الشخص التاني أو الرأي التاني رأي مش مظبوط على الأموم اللي أقدر أقول أن أنا استفدت شخصيا من حلقة المواجزة العددية أن كل الأرقام اللي طلعت من الأمثل اللي ضربناها وغيرها ألاف لو حمسكت كل آيات القرآن الكريم هتلاقيها كلها بتدي نفس الدلالات ونفس الأرقام المعاني الوحدة لها عدد حروف واحد مجموع عدد واحد الرقم 19 اللي بيتكرر بمضاعفات مختلفة عند كل الحاجات المتعلقة بالأنبياء والرسل والموضوعات تانية كثيرة جدا أعتقد حضراتكم من دوقتي أيقنتوا أنها مش من قبيل الصدفة ولا ممكن يكون عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة من كلامه ومن قوله لهداية البشر ولا تظل معجزة باقية حتى قيام الساعة حتى بعد وفاة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم لأمهم كل هذه الأرقام وكل هذه المعادلات تكون من قبيل الصدفة إذن إحنا محتاجين مزيد من الدراسة مزيد من البحث مزيد من المحاولات الاكتشاف هذه الكنوز الموجودة في المعجزة الكبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى